ختال الأطفال جماعيا وفرد في شهر رمضان الكريم عادة لا تستغني عنها العائلات الجزائرية هو ما دفع بوزارة الصحة لإصدار تعليمة لاتخاذ إجراءات احترازية لتنظيمها بشروط ومنع هذه العمليات خارج الهياكل الاستشفائية يعني لابد أن تكون هذه العملية وتجري على مستوى المصالح الجراحية للمستشفيات سواء كانت مستشفيات عامة أو مستشفيات خاصة ويقوم بهذه العملية طبيب مختص جراح لأن هذه العملية معقدة ليست سهلة هي عملية ستنقد شيروجيكال وإذا قمنا بهذه العملية خارج هذه الأطر نعرض نفسنا لعقوبات منصوص عليها في القانون الساري المفعول عدم احترام معايير السلامة الصحية يمكن أن يترتب عليه العديد من المضاعفات الجسادية منها وحتى النفسية لدى الأطفال وكالنقطة أهمة أريد أن نقولها هي مهمة جدا لأن الاختناء ترماتيزة للأطفال نحن نسحق على مرض العقلي للأطفال نقوله لأجه إدية يعني كي ختم بين ثلاث سنين يعني إلى الأجه ثلاث عالج أعلى لأنه لأنها تترماتيزة في حالة يعني ما يحولها هذا يمتع في مهمة إمباكت بسيكولوجيك لأطفال لذلك يجب أن الطفل الذي يدخل يكون فيه جوة بسيكولوجية عائلة ويكون يعني جداً 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 إقبال العائلات الجزائرية على ختان أطفالها في هذا الشهر الكريم تعتبره تبركاً من فضائله التي لا تحصى إلى أن مراعاة سلامتهم الصحية واجباً لا يمكن التغاضي عنه